السلام عليكم إخواني الأخوات متتبعي قناة أخبار الوظيفة اليوم إن شاء الله سنتحدث في هذا الفيديو عن الشروط المطلوبة في مباراة الوقاية المدنية فيما يخص أعوان الإغاثة وقبل ما نبدأ في شرحاته الشروط المطلوبة لا بد نوضح لكم بعض الأمور اللي سولون عليها العديد من الأشخاص والتي تتعلق بالمباراة اللي خرجتها عن فهذه الأيام تلامي الضباط الوقاية المدنية بالنسبة لهذه المباراة تلامي الضباط لا تخص الأشخاص اللي عندهم مستوى التسعى أو السنكيام أو السيديام أو البق هذه المباراة فهي خاصة بالناس اللي حاصلين على شهادة الإجازة في بعض التخصصات أما فيما يخص مباراة أعوان إغاثة لم يتم الإعلان عنها بعد لكن من المحتمل أن يتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة إن شاء الله لهذا نحاول نتحدث لكم في هذا الفيديو على أهم الشروط المطلوبة في هذه المباراة أي أعوان الإغاثة إذن نبدأ بالحديث عن أهم هذه الشروط المطلوبة أول شرط هو أن هذه المباراة خاصة بفئة الدكور ولا تهم الإينات والسن المطلوب خاصة المترشيح يكون السن ديالو 18 سنة على الأقل و 26 سنة على الأكثر بمعنى إذا كان شي مترشيح السن ديالو أقل 18 سنة رغم مقبولش في هذه المباراة والمتوفرين على قامة لا تقل عن 1.70 بمعنى إذا كان شي مترشيح الطول ديالو متر 68 أو 67 أو 65 إلى آخره فللأسف هذه الحالة يعني رغم مقبولش كذلك بدون سوابق عدلية ثم من جنسية مغربية كذلك متوفرين على بنية جسمانية جيدة تسمح لهم بمزاولة هذه المعنى أي الوقاية المدنية وأن يتم قبول ترشيحهم من طرف لجنة الانتقاء بمعنى كيكون هناك انتقاء فيما يخص المستوى الدراسي المطلوب خاص المترشيح يكون حاصل على شهادة التاسعة إعدادي بمعنى ثلثة إعدادي كذلك رخصة سياقة من صنف B أو C أو D أو يكون مترشيح حاصل على ديبلوم التأهيل المهني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني أو ديبلوم التأهيل المهني المسلم من طرف التعاون الوطني بمعنى شن المقصود هنا؟ الناس اللي عندهم شهادة التاسعة إعدادي أو السنكية مثلا أو السيزيام إلى آخره يمكن لم يدفعوا لهذه المباراة لكن الناس اللي ما عندهم الشهادة التاسعة ما يمكن لمش يدفعوا إلا في حالة واحدة هو خاص يكون عنده يعني إحدى الديبلومات المتعلقة بالتأهيل المهني إذن هذه هي الشروط المطلوبة في مباراة الوقاية المدنية أعوان الإغاثة فور الإعلان عن المباراة إن شاء الله سوف نوافقكم بجميع الأمور الأخرى سواء طريقة التسجيل أو الاختبارات اللي كتشرى في هذه المباراة إلى آخره المهم كانت من هذا الفيديو هنا لإعجابكم وما تنسوش الدعم ونا بالاشتراك وتقوموا بتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد وبالتوفيق